أصعب الأدوار اللي جتلك في الفترة الأخيرة يعني عايز أتكلم عن النهاية أنا ده ده عمل أنت بتعمليه دلوقتي ده عبارة عن إيه؟ ده مسلسل بطولة يوسف الشريف أخراج أستاذ ياسر سامي تاريف عمر زمير عاطف ده الرمضان؟ ده يا رب بإذن الله إن شاء الله ده مفروض أنه نحن لسه متدينه وتدينه في الأردن وإن شاء الله هنكمله بقى لما يرجعهم لما هم يرجعهم لسه هناك طب دورك قوليلي عن دورك قوليلي إيه اللي شدك في الورق إنك تعمليه اللي شدني الفكرة طبعا هو أفكار المسلسلات بتاعت يوسف الشريف كلها بتبقى حلوة صراحة مسلسلاته كلها بتنجح وتبقى مختلفة مختلفة جدا وغريبة وأنا نفسي أعمل التجربة دي بما إن بحب الحاجات الصعبة يعني بس فيعني هو بيكلم عن النهاية شوف الدنيا بعد سنين كتير التقدم التكنولوجي والحاجات دي هتبقى عاملة إزايها وتعمل إيه في البشرة أو البني قدمين فدي حاجة جديدة فأنا حب أعملها يعني أنت علاقتك إيه بالتكنولوجي؟ صفر بجد؟ صفر يعني حباب بجد؟ ما بحبهش بحبش أصلا التكنولوجي خالص بحب كل حاجة بدائية فعلا؟ جدا جدا بداية بجد يعني أنت مش أكتب على السوشيال ميديا يعني بس بس لأ عموما كتكنولوجي ما بحبش يعني ضدها تماما أنت شخصية هدية؟ لا يعني مش عارفة قالك الثلاثة لجابة الثلاثة بوحدة لا آآ آآ مش عارفة الثلاثة مش عارفة سابت ليش اختيار صعب حسنانا كده صعب حسنانا كده أنا هدية ولا مش هدية طيب؟ قولي لي أنا حاس أنك هديتي ممكن تهديت لا لا ما تهديتش لا فشر فشر بس حاس أنك هديتي وده أعتقد ده بيكون يعني بتكون حاجة كويسة وطبيعية يعني ده التطور الطبيعي يعني الواحد هو أصغر شوية بيقى منفعل أكتر بيبقى ما بيفكرش بيقى متسرع وشوية شوية بتبتدي إنك بتيتشوفي الحاجات بشكل مختلف فبتهدي هل أنت حاس أنك وصلت للمرحلة دي؟ بصي أنا حاس أننا تقيت أشوف كل حاجة بشكل مختلف أي حاجة حولي بقيتشوفها بشكل مختلف وبقيت أتعامل مع الموضوع بشكل مختلف يعني كان في مرة حتى قال لي إنه كل اللي بيحصل حولينا ده بالنسبة بالنسبة ربنا كل اللي حصل ده الحياة اللي إحنا فيها دي كلها فلاش باك فإحنا ليه بنعصب نفسنا أو بنضيق أو بنزعل أو بننفعل أو أو إذا كان ده كله حصل قبل كده وده أصلا تحصيل حاصل إحنا بنرائب الدنيا فأنا بقيت عاملة كده بقيت وصلة مرحلة من أني برائب شوية كل حاجة بتفرج عليها بشكل مختلف لأنه ما عنديش مليش يد فيها أو أو ده إحساسي بالحاجات أحساسي بالحاجات أحساسي بالحاجات